السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتكم احلى مواقف شطرنج معكم اياذ الرضوان خلينا نشوف اليوم فيديو جديد من فيديوهات القناة وشكرا لمتابعتكم ودعمكم رح نشوف هاي المباراة اليوم وهي من مبارااتكم طبعا لما بشوف اي مباراة او اي فيديو من سلسلة من مبارااتكم فيك تجيب مباراة اليك لعبتها على موقع chase.com او مباراة حقيقية مثلا انت مسجلة ولعبتها بتبعتنا يا بصيغة بي جي ان لحتى نشوفها اذا كانت جميلة وفي افكار خرج تنحكى وتنعرض بالقناة فرح نحللها ونعرضها بالقناة فهي المباراة بعتلنا اياها الاخ والصديق هادي عبود طبعا تقييمه 2806 مقابل لاعب هادي تقييمه 2860 رح نشوف شو صار بهالجيم هاي طبعا خمسة دقايق الوقت خمس دقايق زائد خمس سواني اظن فرح نشوف شو اللي صار بلشت المباراة بدي فور من اللاعب الابياض اللي هو الاخ هادي ورد اللاعب الاسود بي سيكس هذا بيسموه دفاع هورتيز فرد سي فور هلأ هون عادة اللاعب الاسود ممكن يلعب بمثلا عدة خيارات مثل دي فايف لا يتحول لجانبيت الوزير المرفوض ولكن هون لاعب الاسود اختار خيار السي فايف فمنتابع الافتتاح بيسرعة شوي اي ثري السي تيكس دي اي تيكس دي نايت على الاف سيكس نايت على السي ثري البشوب على البي فور طبعا هين اللاعب ممكن تكون طبيعية بافتتاح الدي فور تبييت نايت على ال اي تو البي سيفن لحتى يحط هذا الفيل على الوتر طويل تبييت البشوب على البي سيفن البشوب على الدي تو النايت على السي سيكس اي ثري فهون لعب الاسود بتراجع على ال اي سيفن الكوين على السي تو طبعا نعمل ضغط على البي دا اتش سيفن روك على السي ايت وعمل ضغط على العامود سي وخصوصا على المرباح سي فور الموجود في البي دا البشوب على ال اي والان النايت على ال اي فايف طبعا لا زيادة الضغط على البي دا سي فهون اللاعب الابيض بيحميه من خلال البي دا بي سري الكوين على السي سيفن والان البشوب على ال اي فاور مهدد الوزير والان نقلة مهمة بتحول مسار الدور الكوين على السي سيكس وهيك بيكون اللاعب الاسود طالب كيش مات اللاعب الابيض هون بمنعه بالف سري طبعا الف سري يعني ضعفت جنود جناح الملك شوي الافضل كان من حسب رأيي يعني الدي فور هون رح يصير فيه عندنا عدة تكسيرات بيء الوساط فمثلا ازا اخد هيك هلا اللاعب الابيض فيه اخد هيك ويصير فيه عنده محاولة اختراق بجناح الملك ولكن هون اللاعب الابيض اللاعب الاف ثري ايضا فيه عنده فكرة انه يحط الفيل هون ويطرد الوزير وبعدين ممكن يكسر فيه لللاعب الاسود القوي على الوتار الطويل اتش سيكس من اللاعب الاسود والان البيشوب على ال اي فور مهدد الوزير والان النايت بياخد البيشوب بس نرجع شوي نقلة هون اللاعب الابيض مثل ما لنا لعب البيشوب على ال اي فور شو كان لازم يلعب نقلة قوية جدا طبعا فاتته هنه اللي اه نشوف لما الوزير ايجا لهون شو اللي شو اللي عمله سكر على هاد الحصان كما شايفين سكر الخانة الرجعة فكان بسهولة اللاعب الاسود اه ممكن يطلب الحصان البي فور وهاد الحصان خلاص مات اه ممكن حدا يقول لي طيب اشلون مات الحصان ممكن يجي لهون وياخد هاد البيضاء ببلاش وهاد البيضاء اه طبعا مدد بالفيل وهو محمي بالوزير هون السؤال هل يستطيع اللاعب الاسود انه يعمل هيك اكيد لا لانه اذا يعمل هيك بكل بساطة اللاعب الابيض راح يرد بالبي فايف وهاد الوزير خالص باي باي فلذلك هون هاي نقله البي فور كانت راح تربح اللاعب الاسود راح تربح اللاعب الابيض الحصان كامل فهون اللاعب الابيض ما انتبه لها النقطة مثل ما قلنا وراح لعب البي شوب على ال اي فور هون صار في عنا تكسير تكسير بالبيض بالاحصان والان دي فايف من اللاعب الاسود فهي نقلة قوية من اللاعب الاسود في محاولة لفتح الوضع مستفيدا من وضع الوزير السيء هون طعام معلقة غير محمية وتشتت قطع الابيض نشوف هاد الاحصان ايضا غير محمي والفيل عفوا مع الفيل يعني هدول اطاطين وضعف بجناح الوزير كما شايفين في عنا سيطرة للاسود على جناح الوزير فهون هاي كمان كانت غلطة من اللاعب الابيض هلا مثل الاحصان هادا كما شايفين راح على جناح الملك ممكن يكون عم يقرر يهجم على جناح الملك ولكن بهاي نقلة خلص بكون سلم جناح الوزير بالكامل لللاعب الاسود على طبق من الذهب كان الافضل مثلا انه يروح على الدي تو لحتى يحمي البيضاء سي ويدافع شويان جناح الملك فالكن هون لعب على الجي ثري هون اللاعب الاسود اخد بيضاء بجناح الملك وسيطرة جناح الملك ومثل ما شايفين لعب بي فور ايضا هاي غلطة استراتيجية ليش لانه عطيت اللاعب الاسود بيضاء سالك ممكن هاد البيضاء السالك يكون بيضاء سالك محمي طبعا بيضاء السالك المحمي ميزة استراتيجية مهمة جدا ممكن تكون حاسمة فهذا غلط كتير وغير هيك عطاء النايت هون مركز متقدم ومحمي ببيضاء احصان راح يكون مزروع كشوكي بمعسكر لاعب الابيض فتراجع الاحصان هون وعدم اخذ البيضاء هون سبب مشاكل كتير لللاعب الابيض الان الروك على الايوان لحتى تهرب من تهديد الاحصان طبعا روك على الدي ايت والبشوب على الاي فايف كوين على الاي فور طبعا نشوف من النقلة السابقة انه اللاعب الابيض عم يحاول يعمل شي بجناح الملك للتعويض عن خسارته بجناح الوزير فكان ممكن اللاعب الاسود يدافع شويان جناح الملك باعتبار انه خلص احكم سيطرته على جناح الوزير فهون اللاعب الاسود حاب يتابع سيطرته على جناح الملك فبروح بالعاب الكوين على الاي فور مهدد الاي ثري هون اللاعب الاسود كان عنده اللاعب الابيض كان عنده اللي قوية هي النايت على الايتش ومهدد هذا البيضاء فكيف رح تحميه ممكن تفكر تقدمه ولكن رح تترك نقطة ضعف رح يتعطي كيش وهيك رح يصير في عندك قوات كبيرة بجناح الملك ممكن تعمل هجوم مستقبلي قوي ولكن اللاعب الابيض تأخر شوي بالهجوم على جناح الملك فراح لعب بالنايت على السي ثري ومهدد الوزير وعطى الوزير بيداء فالوزير بياخذ البيضاء والان اللاعب الابيض بلعب نقلي مثيرة للاهتمام نقلي بده تحليل واللي هي الروك على السي فور طبعا الروك على السي فور ضحى بالقلعة مقابل فيل شو الهدف الآن بعد اخذ التضحية اخذ التضحية الهدف انك تجيب بسرعة وزيرك على جناح الملك مثل ما شايفين لعب الابيض عم يخطط لهجوم على جناح الملك بعد ما شاف انه وضعه انهار بجناح الوزير ولكن هل هالتضحية صحيحة ام لا هلأ من اهم شروط التضحية انه ما يكون عند خصمك لعب مضاد والحقيقة هون الخصم عنده لعب مضاد خطير مثل ما شايفين هاد البيضاء بس نقلتين رح هيصير خطير جدا خصوصا انه خانة الترقية محمية كتير بثلاث قطاع فراح يكون في لعب مضاد خطير واللاعب الاسود عنده امكانية للدفاع بجناح الملك الدفاع عن ملكه هلأ رح نشوف فاللاعب الاسود هون لعب الكوين اخد البي اي سري متما شايفين لاعب الاسود يعني اللي تخبرته عم تخليه طمع كتير بجناح الملك ويتناسى الضغط الموجود على جناح الملك بجناح الوزير طبعا هون كان عنده نقلة قوية جدا ممكن تكون النقلة حاسمة الحقيقة واللي هي النات على الديتو وهيك طالب عدة تهديدات طالب الوزير وطالب الروخ وهذا الوزير طالب الاحصان فاذا مثلا راح الكوين على الجي طالب بكشمات فببساطة بتقدم اللاعب الاسود وهيك صار عنده دفاع قوي كيف رح يحمي الان التهديدين ما ممكن يحمي الرخ والحصان فرح يخسر هذا الاحصان مثلا شايفين وبعدين صار اللاعب الاسود عنده افضلية كبيرة كتير افضلية حاسمة الكمبيوتر بقولنا 16 يعني دور منتهي عمليا بس نقلتين محتاجين للتقدم بهذا البيداء وخالص فاللاعب الاسود هون ما تنبه لهي النقلة ومثل ما قلنا راح اخذ البيداء فهون اللاعب الابيض اخذ الوزير على الجي فور ومهدد بكشمات فهون اللاعب الاسود طبعا راح يلعب الاف ايت اللي بشوبلة حتى يدافع عنه البيداء والان الاحصان بروح في سبيل تقديم دعم بجناح الملك والان اللاعب الاسود باللعب نقلة الكينج على اله 7 وهي نقلة القاضية بهاي نقلة انتهى كل شي بالنسبة لللاعب الاسود متل ما شايفين راح يصير في عنا ضغط كتير على البيداء يجي 7 طبعا هلي هو نقطة ضعف الدفاع الاسود الوحيدة فهون كان لازم انه ياخد البيداء هاد فهون طبعا ما بستطيع انه ياخده لانه راح ياخد الفيل محمي وهذا الفيل هو العامود الفقري لهجوم الابيض بدون هالفيل لهجوم الابيض ما له اي طعمة شو الفكرة لهون شو ما لعب مثلا كيش عادي بيروح لهون واذا اجاد ضغط لهون هاي الفكرة الحصان انه يجي لهون ويصير في عنا ثلاث اطعم دافع عن هاد البيداء مقابل ثلاث اطعم هاجمة فهون اللاعب الاسود صعب جدا اللاعب الابيض صعب جدا انه يطور هجومه ويجيب اطعة رابعة مثلا للضغط على هاد البيداء او يستفيد من اي شي فهون راح يكون دفاع الاسود دفاع حديدي ومثل ما انه اللاعب الاسود بس محتاج لنقلتين لحتى يحط الابجض موقف سيء فهون اللاعب الاسود غلط الغلطة القاتلة مثل ما انه لعب الكون الكينج على الاتش تو والان زاد الضغط كتير على البيداء او جي تو كيف اللاعب الاسود راح يرد ويدافع عنها البيداء طبعا نقلت تقليدية الجي سيكس ما راح تنفع ابدا فبعد الوزير ما في اي رد مقنع بعد الوزير طبعا مهدد انه يجي الوزير على الاف سيكس وبعدها راح يكون في عنا كشمات من الجي او من الاتش حسب رد لعب الابيض ما في اي رد مقنع لانه مثلا اذا لعب اذا لعب هاد البيداء راح يكون في عنا كشمات بثلاث نقلات بعد يجي الوزير لهون ومهدد بكشمات هون ما الى اي حل واذا لعب الوزير او الفيل لهون ايضا راح يكون في عنا كش راح يرجع اللاعب الاسود راح يكون في عنا كش راح يرجع لهون راح يكون في عنا كش وهيك متل ما شايفين راح يصير في عنا اختراق هون كشمات فاختراق الجناح الملك صار اكيد فهون ما في اي رد منطقي على هاي النقلة ولكن اللاعب الاسود ولك انه هون راح لعب السي ثري خلاص شاف جناح الوزير صار له فتابع بجناح الوزير هو نسيان جناح الملك طبعا هون صار في عنا مات باربع نقلات اجبارية واللاعب الابيض لعبها بدقة البيشوب على الجي سيفن ما في كيش عفوان البيشوب راح على ال اي لانه طبعا الاخذ راح يكون فيه كيش مات الان النايت على الاف سيكس كيش الاجباري الان نايت تيكس بيشوب كيش مات وهذا هو كان الدور لليوم متن ما شايفين بسبب استهتار لاعب الاسود بهجوم اللاعب الابيض كان عنده تقنيات دفاعية جيدة استطاع اللاعب الابيض انه يفوز بسبب استهتار اللاعب الاسود ان شاء الله يكون عجبكم شكرا الكم واللي عنده ادوار حلوة يحط الناياها بالتعليقات ورح نشوفها ان شاء الله ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع لايك على هذا الفيديو نلتقي مجددا باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة